خلينا أفكر حضراتكم تاني نادي الأهلي رجال هيشارك في السوبر الأفريقي هيبقى طبعا بمشاركة أهلي الزمالك وعلى ما أتذكر التراجي التونسي وفي فرق الرابعة لم تحدد بعد يعني حتى الآن عندنا بعد كده فيه للسيدات ما فيش سوبر للسيدات ولكن هيكون فيه بتوط أفريقيا أبطال الكؤوس للسيدات والرجال النادي الأهلي هيشارك أيضا في الرجال والسيدات وكنا قلنا لحضراتكم أن الحلقة اللي فاتت بيتم دلوقتي دراسة كيفية دعم فريق السيدات تعرفين السيدات والخبر التاني معنا في السيدات والنتائجهم في الدورة ماشيين بشكل كويس جدا قمارة لعبة المعبة المحترفة السنغالية بصفوف النادي الأهلي عاملة شغل كويس جدا الاتجاه للاحتراف الأفريقي كان في محل واختيار يعني 100% 100% موفق يعني عاملة شكل كبير جيد وكمان المطش اللي فات مع مطش الزمالي فجئنا ببعض جماهير السنغالية بتحضر المباراة من المؤذرة لعبة السنغال المحترفة في صفوف النادي الأهلي وشوفنا قد إيه طبعا الأغاني والرقصات السنغالية المشهورة يعني أصدأ أقول إنه الفريق النهاردة وقف على الأرض صلبة محتاج دعم أوه محتاج دعم مجلس الإدارة بيخطط لده بالتنصيق طبعا مع كابتخاذ العوضي مدير نشاط الرياضي عشان نوصل بأحسن دعم للسيدات عشان مش مشاركتنا هتبقى مجرد مشاركة آخر مشاركة أنا أتذكرها يمكن كانت 2017 للسيدات ولكن بعد الاهتمام الكبير من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد بإنشاء مرة تانية فريق السيدات وبدأ يدعمه بمعسكرات خارجية وأيضا بمعسكرات داخلية خلاص نادي الأهلي بدأ يخش على الخط وزم أنتوا شايفين الدعم بالنسبة للرجال إن شاء الله يكون الفوز من نصيبهم في البطلطين البطلطين مهمين جدا لسببين بطولة السوبر الأفريقية هتأهلك لبطولة العالم لكرة اليد اللي احنا شاركنا فيها السنة اللي فاتت وخدنا رابع البطولة دي هتبقى في المملكة العربية السعودية مرة تانية ومشاركتنا فيها بشكل مستمر أمر مطلوب وأمر يعني جماهير نادي الأهلي تنتظره بشكل كبير بطولة أبطال الكؤوس بإذن الله الفائز هيحجز مقعد في السوبر الأفريقية للسنة الجديدة عشرين تاوشريين يعني البطلطين مؤهلين لبعدهم لخطوة تانية فإذن الموضوع مهم ونتمنى طبعا التوفيق لمستر ديفيد ديفيدز المدير الفني في اختياراته نتمنى كمان التوفيق للعبين ونتمنى طبعا استقرار بالفوز طبعا أكيد بحق استقرار كبير جدا فادي السيدات نفس الكلام مهمة جدا البطولة عشان السوبر السنة اللي بعدها مشاركتهم فيها بشكل كبير هتبقى خطوة وطفرة كبيرة لفريق السيدات دي كانت يعني كل ما هو جديد عن البطولة الأفريقية وبفكر حضراتكم تانية بطولة هتبقى في مايو القادم اشتركوا في القناة